طيب تفاصيل عقد سبورتا مع الاهلي كابتن عبدالصادق المشرف عام على الكرة بالنادي الاهلي عمل جلسة او عقد جلسة مع شركة سبورتا السعودية اللي فازت برعاية قميس النادي الاهلي مساء اليوم لعرض عينة الملابس قبل عرضها بكرة في المؤتمر الصحفي كان مفروض من مؤتمر الصحفي النهاردة ولكن نتأجل لغاية بكرة الصبح بمقرر النادي الاهلي بالجزيرة الساعة 11 الصبح الشركة هتقوم من خلالها من خلال مصانحها في ايطاليا هي شركة سعودية انما مصانحها في ايطاليا وتايلاند وتركيا هيكون اول نادي النادي الاهلي هيكون اول نادي في الشرق الاوسط يلبس ماركة خاصة بيه ودي خلي بالكو قبقة حسينة او قدنا اللي عملوا كده في اوروبا هم الارسنال على ما اعتقد الارسنال عمل ليفر بول اسف ليفر بول عملوا ماركة باسمهم كان اسمها ايه الماركة الاف مش فاكر لا باسم النادي كان باسم النادي ما هي اي اس سي دي اللي هي اكيد اسم الاهلي مع سبورتن كلاب اهلي سبورتن كلاب اكيد يعني المهم فدي ما معرفش يعني انا معرفش هتبقى هتبقى ماشية ازاي هتبقى حلوة مش هتبقى حلوة هتبقى مغطية الطلبات النادي بشكل كبير ولا لا يعني كل الكلام ده كلام معرفش هيبقى مظبوط ولا لا ولا الأشيك والإمج والأحسن إن النادي بقيمة وحجم النادي الأهلي مثلا يبقى لابس ماركة عالمية كبيرة مش هينفع أقول الأسامي دلوقتي إنه لابس ماركة عالمية كبيرة زي الأندية كبيرة يعني هو النادي الأهلي النادي كبير وكل حاجة وعلى عين وعلى راسي إنما هو ريال مدريد هو بيلبس ماركة رياضية وبرسلونة بيلبس ماركة رياضية يعني ما عملوش هم كده ليه يعني ما شفناش ريال مدريد لابس R-C-S ليه يعني ما عرفش هي فكرة جديدة هنشوفها هافتكاسة ولا مش فكرة جديدة يا رب تبقى كويسة يا رب جودة الملابس تبقى كويسة يا رب جودة الملابس تبقى كويسة إنما أعتقد إن الموضوع مصانع في إيطاليا وطايلند وتركيا وشركة اول مرة تعمل ملابس للنادل الاهلي معرفش طيب عايز اقول المزايا بقى او ايه اللي يحصل عليه اللي يحصل على النادل الاهلي قيمة مالية في البداية قدرات 350 الف دولار يتم دفع عن توقيع العقد من بشارتك كما تدفع شركة 10% من قيمة اجمالي العقد عند التوقيع بشيك مقبول الدفع وتلتزم الشركة السعودية بتوفير ملابس للفريل اول لكرة القدم ب 550 الف دولار وتزيد القيمة 10% في السنوات المتتالية للتعاقد الشركة كمان تمنح النادل الاهلي نسبة 10% من عقد المبيعات السنوية و70 الف دولار ايهما اكثر ويحصل النادي على خص مقادر 35% عند حاجة لما لابس بيضية اضافية عند قيمة متفق عليها في العقد وخصصة الشركة السعودية كمان وفقا لتعاقدها مع النادي مبالغ مالية كبيرة عند فوز بالبطولات المحلية والافريقية يحصل الاهلي على 120 الف دولار عند فوزه ببطولة دوري ابطال افريقيا 60 الف دولار عند حصوله على المركز الثاني 75 الف دولار عند حصوله على بطولة الكنفدرالية 30 الف دولار عند حصوله على كاس سوبر الافريقي 200 الف دولار عند حصوله على بطولة كاس العالم للاندية 150 الف دولار للمركز الثاني 100 الف دولار للمركز الثالث 50 الف دولار للمركز الرابع 50 الف دولار لبطولة الدوري العام 30 الف دولار لكاس مصر 15 الف دولار للسوبر المصري 40 ألف دولار لبطولة العربية و20 ألف دولار للسوبر العربي يعني عقد محترم عقد كويس ولكن جودة الملابس وشكلها ونوعها وكفائتها كل ده أكيد هنشوفه مع ارتداء النادي الأهلي للقميص أو بكرة بقى إن شاء الله هنعرف في المؤتمر الصحفي كل حاجة خاصة بالمادة الخام بالماتيريال بتاعة التيشرت الجديد للنادي الأهلي الأهلي بيدعو وسائل إعلام لحضور توقيع عقد شركة الملابس الجديدة النادي الأهلي فتح القصة للوسائل إعلام ودعاهم أن هم يبقوا متوجدين بكرة في المؤتمر الصحفي